بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدا يوم السبت عندنا مش بس اول يوم في الاسبوع يوم السبت عندنا هو يوم السعادة الزوجية اليوم اللي احنا بنكون فيه مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة هم عندنا في اصطلاحنا واستطلاح بنامج ولا تعسروا هم المقبلين على الزواج او المقبلين على تجديد الحياة الزوجية فمش بس اللي احنا بنعمله ويوم السبت ده بيكون خاص للمقبلين على الزواج كمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية ممكن يسمعونا بعناية وخاصة في المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة اه احنا بقالنا مدة بنتكلم عن المهارات الزوجية لان الناس متصورين ان الحياة بعد ما بقت سريعة بها كل هذه السرعة وبقت الناس ما عندهاش صبر ان احنا ممكن نتعامل بنفس التعامل القديم لا 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 خالص بقى الحل عندنا ان الازواج والزوجات يكون عندهم مهارات يعني ايه مهارات يقدروا يعملوا سلوك وراقيم بإتقان وبيعناية وبيعرادة محددة تعالنا نشوف فقا المهارة اللي عندنا اللي بنتكلم عنها النهاردة مهارة ايه المهارة اللي عندنا النهاردة ماينفعش بيت يخلو منها الناس دايما عندهم المهارة دي بيستخدموها بس في السوق في الشغل بيستخدموها لما يكونوا راحين يشتروا بس المهارة دي ماينفعش البيت يخلو منها المهارة اللي بيتكلم عنها النهاردة مهارة التفاوض الزواجي اول ما حد هيسمع مني مهارة التفاوض الزواجي هيظن ان احنا دخلين في منافسة أبداً مش حقيقة دي مهارة التفاوض الزواجي هي مهارة مهمة جداً جداً لأنها بتساعدنا على بناء العلاقة الزوجية والحفاظ عليها تكون نكحة وتكون موصلانة للترقي في سلم من التوافق إلى الرضا إلى السعادة وهي المهارة اللي بنقدر من خلالها ندير التنوع ما بين الزوجين إزاي كل واحد منا يقدر يعرض وجهة نظره ويقدروا اللي اتنين يتفاوضوا لغاية ما يوصلوا لنقطة مشتركة فاكرين لما كنا منتكلم عن الحوار الزواجي منتكلم عن إن احنا ننتقل من الفهم إلى التفاهم التفاهم يعني يبقى بيننا ما نقومش من أي حوار إلا وبيننا قدر مشترك يبقى التفاوض الزواجي هو اللي بيخلينا نقدر نوصل لنقطة مشتركة ففي الحقيقة مهارة التفاوض الزواجي دي هو عرض وجهة النظر لا على حساب شركة الحياة ولكن باللي حق النفع والصحة الزواجية لفكرنا وكمان لعلاقتنا وعلاقتنا تزداد عافية إذن مهارة التفاوض الزواجي دي دي مهارة إضافية بتضيف إلى حياتنا الزواجية عافية وصحة وتخلينا دايما متجددين وتخلي الحياة الزواجية نطجة وكمان فيها نظارة فهي مهارة مهمة من أهم المهارات إحنا مش طلبين بس المهارة دي إن كل واحد يتخلى عن أفكار ومحدش طلب يتخلى عن أفكار ولكن يعرضها بشكل صحيح واضح ويحاولوا يوصلوا لنفع الأسرة عن طريق الأشياء المشتركة بينه وده لا يعني أبدا إن حد يتنازل عن شيء ولا إنه يضحب شيء ولا إنه فيه طرف أضعف من طرف ما دي كل المخاوف اللي بتخلينا من درش نعيش التفاوض الزواجي ولا لازم يقبل بقي شيء حتى ولو ضد رغبته أو فيه ظلم ليه التفاوض الزواجي جاي من التكامل والتوافق والسعي المشترك مش من الصراع وفرض الرأي والتسلط عشان كده لازم الزجون يقبلوا مبتق التفاوض في حياتهم لأنه هو ده اللي ممكن يخليهم يقربوا من بعض ويخليهم متفاهمين ومراعيين لبعضهم بصوا كده حضرة النبي صلى الله عليه وآله 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 و� ولما يزيد بيوم النفقة يحاولوا يصلوا إلى منطقة مشتركة وده وقت اللي حصل جدا 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 لما حضرة نبي غضب ثم عاد إليهم فرضوا بما كان من نفقتهم لكن بعض الناس هتقولك أتفاوض إزاي على شيء أنا شايفه صح ومطابق للأخلاق والقيام أنا عمري متنازل عن مبادي واحد بقى بيحط العقدة في المنشار ويحط المسألة على أكسل إيه على أكسل مبادئ والقيام وساعتها إيه لا يحصل هتبقى فيه مشكلة ضخمة بس في الحقيقة ما حدش بيتفاوض على القيم ولا على الأخلاق إحنا عندنا الأخلاق بتنقسم لثلاثة عناصر القيمة والإرادة والإرادة والنية يعني وبعد كده السلوك فدي تلات مكونات للأخلاق القيمة المعنى اللي عندنا ثم الإرادة والنية اللي بتحول الخلق إلى السلوك يبقى ثلاث حاجات قيمة وإرادة وسلوك فعشان أتحلى بالأخلاق لازم يكون عندي قيمة عاوز أحققها وعندي إرادة مدفوعة بالنية عشان أنفزها وعندي السلوك اللي بعمله علشان أحقق القيمة دي فالتفاوض هنا مش التفاوض على القيمة اللي هي الخلق نفسه اللي هو المركز بتاع الخلق لكن التفاوض على إيه؟ على السلوك إن السلوك ده مش هينفع يعني مثلا على سبيل المثال عايزين نتفاوض إزاي لما نيجي نقرر إن إحنا هنشتري حاجة أو نبيع حاجة في البيت نبقى بالرأي مشترك فهي المسألة التنفيذ هيبقى إزاي؟ فإحنا بنتفاوض على التنفيذ مش بنتفاوض على قيمة إن فيه احترام متبادل بيننا بالعكس ده الاحترام المتبادل بيننا هيحصل لما نتفاوض على كيفية العمل بالسلوك ده لما نكون في أول الجواز لما نكون بقى بنجدد زواجنا نتفاوض إزاي هنتعامل مع الأولاد إحنا كل واحد فينا بيشوف إن الأولاد لازم نتعامل معهم بحس إن الحاس ما يكسر الأولاد بس إحنا في الآخر خالص إحنا أولادنا دولا مسؤولين مننا بس في نفس الوقت أولادنا بنا أدمين ليهم حقوق ولازم نحترمهم آه يعني ننسبهم لغاية ما يبوزوا لا إحنا مش ننسبهم لما يبوزوا بس لازم في الآخر خالص نخليهم حسين إن هم بنا أدمين يستطيعوا إن هم يكون عندهم حرية وعندهم قادر من المسؤولية بس المسؤولية متزنة آه كلمة المسؤولية متزنة جاتها فنيجي نوعد نتناقش لغاية ما نوصل يعني ايه مسئولية متزنة هو ده اللي احنا عايزين نوصله بالتفاوض يبقى التفاوض احنا دلوقتي هي بتقوله ما ينفعش خالص 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 يكون عندك اي مشاركة في اي اعمال تطوئية واي اعمال بتنفق فيها اموال غير بما تسمح به الميزانية هو قال لها طب ومنينها تيجي البركة قالت له يا سيدي البركة ان انت تكف في البيت الاول قال لا بس انا محتاج ان احنا كمان احس ان احنا لنا دور في حياتنا في حيات الناس طب وحياتنا مش لازم تستقر الاول اي وضعت ما يعارضش استقرارنا بالعكس ده يبقى ايه اللي هيحصل تعالوا نحدد وتعالوا نحط الرنج وتعالوا نتفق عليه وهو وضعت اللي احنا نخرجه ونتكلم على ازاي نكون في البيت بركة وفي نفس الوقت ما يكونش في البيت تهديد دايما هتلاقي المرأة بتبص على فكرة تأمين البيت واستقراره والراجل بيبص على ان البيت مستقر ولكن احنا محتاجين دايما نجيب عندنا عواطف ومشاعر ومحبة مع بعض لو هنقدر نجمع على رأيين دولة ان احنا نستطيع مش دايما نلتقي في منطقة وسط لكن ممكن في معنى ثالث احنا مش واخدين بنا منه ممكن يكون هو دات اللي احنا بنوصل لليه واقول لكم بعض الامور المهمة اللي ممكن توصلنا في مهارة التفاوض انا طلبت امثلة تعالوا نشوف نوصل للحلول اللي انا ودعطاها دي ازاي فيه خطوات لمهارة التفاوض الزواجي اول حاجة لازم افهم احتياجات شريك حياتي ومبولش افهم احتياجات زوجتي لا والزوجة تفهم احتياجات زوجة لان اللي اتنين هي تفاوضوا يعني ايه اللي اتنين هي تفاوضوا اللي اتنين هيسعوا ان احنا نوصل لقادر مشترك فإيه اللي يحصل فالتفاوض ده كل واحد فينا بيحاول يتفهم احتياجات شريك حياته فيستمع بعناية اللي اللي بيقوله شريك حياته ويحاول فهم احتياجاته ورغبته بشكل جيد عشان هو يحس ان التفاوض ده على قاعدة من الاحترام وخلوا بالكم التفاوض اللي الزواجي بيختلف عن باقي أشكال التفاوض اللي في الشغل لان التفاوض الزواجي ده مقصدنا ان احنا الاتنين نروح عشان الاتنين احنا الاتنين حق مصلحة البيت فاحنا مفيش فينا واحد عايز يكسب على حساب التاني لان احنا الاتنين عايزين نجتمع ونندمج عشان نصنع الحل الاسطح للبيت الحاجة التانية بعد ما اعرف احتياجات شريك حياتي اتواصل تواصل جيد فانا اتحدث بصدق وافتح النقاش بشكل واضح وصريح مش لازم الصراحة مش لازم المصراحة تعني المجارحة لا اعمل اصرح باللي انا عايزه مع شريك حياتي من غير ما سيب له مساحة للتقمينات وللافتراضات احنا بنتكلم بنتواصل بشكل جيد ما سيبهوش للافتراضات عشان الافتراضات دي ممكن تفسد علينا التفاوض لان في بعض التفاوض ناس كتيرة لما ما كنتش انا حواري صريح وواضح يلجأ الناس الى فكرة ايه ان هو عنده اجندة يسموه هيدك اجندة هو عنده اجندة خلفية كده هو حاطتها من الكلام معاي الحاجة التالتة لازم نحدد اهدافنا ايه هو اهم شيء بالنسبة لكل واحد فينا ونضع اهداف مشتركة تحقق لنا اكبر قدر وتعكس تطلعاتنا واملنا في مستقبل افضل الحاجة التالتة لازم احنا بنفكر في التفاوض بمهارة التفاوض لازم وانا بفكر بفكر في المشكلات بالحلول يبقى لازم ابحث عن الحلول ونتعاون في البحث عن الحلول حلول للصراعات والمشاكل اللي ممكن تطرع على العلاقات بدل من التوجه الى مشاحنات دلوقتي انت عايزني اقلل الروح لوالدتي ان انا مش عايزاك تقول اسرار البيت لوالدتك يبقى نعمل ايه؟ شوية كده عنخلي البيت مفوش اي حاجة بتخرج منه ونجرب التجربة بتاعتنا دي فنتفق على ان احنا مفيش اسرار تخرج برا البيت مفيش كلام عن حياتنا تخرج برا البيت ونحافظ على ده خامس حاجة ودي مهمة قوي 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 في التفاوض الاحترام والتقدير انت وبتتكلم وبتتناقش وبتتفاوض عشان نوصل لشيء مشترك بلاش فكرة التسفيه وبلاش فكرة ان كل واحد فينا يقول كلام من زي ما بقوله كده من تحت لتحت لا لازم الواحد يحترم شوف رسول الله صاحب وتكلم عن السيدة عائشة لا تحدثوني عن عائشة فاني لا يأتيني الوحي الا وانا في حجرهم احترام وتقدير فلازم يقف فيه احترام وتقدير يبقى عامل شريك الحياة بالاحترام والتقدير اللي انت عايز تتعامل به واعترف بحقه في ان هو يكون عنده رأي واختيار مختلف عن اختيار رقم ستة لازم يبقى فيه مرونة يعني ايه كل واحد في الاتنين بيحب وانا بحب ان انا نستبدل كلمة مرونة في اوقات كتيرة المعايشة يعني يبقى اللي احنا هنعمله فيه تعايش يعني ايه تعايش بنقدر نعمل الاشياء التي التي تساعد على التغيرات الايجابية في حياتنا وعلاقتنا يعني ايه كل واحد فينا يشوف العيشة لا احنا محتاجين شوية ننزل بالمطالب اللي احنا كنا طلبنا لا احنا محتاجين شوية ان احنا ما نحطش العقدة في المنشار ونحاول بقدر الامكان ان احنا نكون متعايشين نعيش الواقع بتاعنا ونتفاعل ده فيبقى الاستجابة للواقع مش الاستجابة للطرف التاني وعلى فكرة الاستجابة للطرف التاني اللي هو العين التانية بتاعتي اللي تخليني اشوف وما يبقاش الشوفان بطريقة عوراء لا اشوف بالعينين الاثنين الحاجة التالتة وهو ده اللي هيحصل معنا ونطبق بقى موارد في الاثر ان المسلم ومرأته اخيه فقدر اشوف في الانين الاثنين بس ده كلكم انعارف ان انتم هتقولوا ايه كل ده لما يحصل لما نتكلم بتحوارها هادئ وكل واحد فينا يسمع التاني وكل واحد قلبه على قلب التاني وعشان كده لازم نبحث عن توازن عن توازن يعني ايه نحاول العثور على توازن بين المصالح مصالح الطرفين مصالح الرأيين والاهتمامات بتاعت كل شخص فينا ساعتها نقدر نوصل لده نختار اختيار في نفس الوقت ممكن نعمل حاجة بالتبادل طب خلاص نعمل اللي حضرك بتقوليه ده وقت النهار الشهر ده ونعمل ده الشهر الجاي او ممكن نجرب نعمل حاجة حاجة وسط بتجمع موارد الاثنين فنجرب تالت تالت حاجة لازم نحل النزاعات بشكل بناء يعني النزاعات هنا هي كلمة النزاعات كلمة بتبقى بس احنا قصدين بيا ايه ان الاشياء المختلف عليها اختلاف شديد نقدم المقترحات لحلها ونحط المقترحات كلها على الترابيزة ونناقش كله مقترح بعناية ويفتكت دايما كل واحد فينا ان الحاجة التاسعة اللي احنا بنقولها ان هو ان احنا نبتعد عن الاحتقان وانه بيتعامل مع حبيب او على الاقل صديق فيعزز الصداقة اللي بينهم الصداقة اللي فيها صدق الصداقة اللي فيها كل واحد واقف في كتف التاني فنقوم معززين الصداقة اللي بيننا فتساعدنا ان احنا نقدر نوصل للقدر المشترك اللي بيننا يبقى بنقوم بتعزز علاقتنا بشرك حياتنا على ان احنا نكون اصدقاء ونكون شروكاء اخر حاجة ممكن نتكلم عنها في قطار التفاوض ان احنا نهتم بالتفاصيل لان التفاصيل الصغيرة هي اللي ممكن بعد شوية تعمل مشاكل فلما نهتم بالتفاصيل مش نغرأ فيها لكن نهتم ان احنا لما نقول حل نقول الحل ده وهو مليان بالتفاصيل عشان كل واحد فينا يشوف نفسه في التفاصيلة اللي هو قالها فيحس انه موجود يا زي ده مهارة التفاوض الزواجي دي بتساعد في بناء علاقة صحية تخلينا نوصل الى تفهم متبادل واحترام وتواصل جيد يعني هي نفسها المهارة دي جواها مهارات وبتنشط فينا مهارات مهمة جدا جدا ولازم نعرف ان المهارة دي وتطبيقها بشكل مستمر بيقدي الى ضمان استمرار للعلاقة في توافق وفروع بعض انماط الشخصيات بيكون عندها بعض التحديات في التفاوض ومش بتقبله بسهولة زي الشخصية المدللة اللي تعودت ان هي تاخد وما تديش والشخصية المتسلطة اللي هي لازم كل حاجة بتمارس حياتها كلها عن طريق بوابة السلطة اللي هي لازم تفرض رأيها ورأيها هو اللي يمشي وكمان الشخصية العنيدة اللي بتحب تمشي كل شيء على مزاجها فألاقي الأنماط دي بتظهر مثلا في الزوجة المدللة اللي لازم جوزها يعمل لها كل اللي هي عايزا زي ما تعودت في بيت أهلها وممكن تظهر كمان في الزوج السيد اللي شايف انه ما فيش حد في البيت ليه رأي غير رأيه ولا ينفع ان حد يتكلم وهو بتكلم او انه حد يقول اي رأي تاني لكن كل شخصية من دول ليها مفتاح وليها مدخل مثلا لما نيجي نحدد ده بقى كل ما نقدر نحدد المفتاح ده والمجال ده الشخصية دي يعني كلام المتح والإطراء ممكن يفتح شخصية الشخصية ان احنا نخلي المدلل ده هو نسأله اسئلة فيجاوب عليها وتكون اسئلة حقية هو ده فمجالات التفاوض في الحياة الزوجية كتير جدا زي ازاي نخطط لمستقبالنا والرب اولادنا وازاي عن حل خلافاتنا وتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة لتجنب الخلافات استخدمها لما كان بيسافر عشان يختار مين يسافر معا من زوجاته فسيدة عائشة بتقول رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء فهياتهن خرج سهمها خرج بها معه اتعلمنا التفاوض كمان من السيدة سودة لما كانت مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد السيدة خديها فكانت امرأة كبيرة في السن وشعر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم شعورها بالحاجة للعلاقة كباكة زي بيت زوجاته فإن اللي حصل فعرض عليها الطلاق تخفيفا عليها ولكنها ارادت ان هي تعمل ايه تبعث زوجة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبقيها زوجة وتتنازع عن يومها للسيدة عائشة عشان تفضل في مكانة ان هي أم المؤمنين إيه اللي حصل ويبعثت له مين احب زوجاته السيدة وعملت كده ليه السيدة عائشة اللي هي أحب زوجاته ولما أردت سيدنا علي الزواج من امرأة أخرى ايه اللي حصل وجمعها مع السيدة فاطمة وكانت الاختيار اختار بنت أبي جهل راح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عن رغبته فكان رد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاتزان انني لست احرم الحلالة ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته عدوي الله أبدا وقال ان فاطمة بضعة مني وانا اتخوف ان تفتنى في دينها فكان من سيدنا الامام علي انه اقلع عن الفكر فكرة زواج بمرأة اخرى لوجود هذا الشرط عند زواجها بالسيدة فاطمة وكانت طريقة من طرق التفاوض اللي تعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نقول شوية اخر حاجات ممكن ان ننصح بيها وتبقى بسرعة ممكن نعملها ان احنا نتعود ان احنا اول اجراء نعمله ان احنا نسمع شريك حياتنا كل يوم واعرف منه ومحتاج ايه تاني حاجة خليك لين في كلامك الكلام اللين يوسع الصدر عشان يسمع الكلام ويقبل مساحة مشتركة تكون مساحة امان وخليه يحس ان هو ممكن يعبر من رأيه من خلال ان انت تترك له مساحة ان هو يعبر عن كلامه ويصدقني مع الوقت عتحس ان كل المخاوف اللي كانت عندك من كلامه ان كلامه هيجرح ان كلامه هيئذي ان كلامه هيضايق مش هيحصل تالت حاجة تجنب الانتقاد والسخرية من شريك حياتك واحرص على تشجيعه دايما انه ويتكلم رابع حاجة واخر حاجة خلينا دايما نتفق ان حتى لو ما لقناش حاجة مشتركة بنا عشان نقوم عليها بعد التفاوض ده ففي شيء مشترك مهم جدا جدا ان احنا ما زلنا احباب ما زلنا اصدقاء وان الصداقة ابدا 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 مهما اختلفنا مش هتتغير تعالوا نتفق ان احنا مهما تفاوضنا وما لو ما خرجناش بحاجة تعالوا نخرج بحاجة واحدة بس ان احنا نقول لبعض دائما بيسعوا ان هم يفكروا حتى في غير وقت النقاش عشان علاقتهم تستمر مليانة رحمة ومودة وجمال وخير على طول الوقت خلونا نفكر حتى فيها وقت غير الحوار ويبقى التفاوض كمان تفاوض داخلي بيننا وبين محبتنا عشان نوصل على حاجة تسعدنا والديم للراحة في بيوتنا يا رب اجعل بيوتنا دايما مليانة حكمة وانضوك ونور وبركة وخليها دايما يا ربنا مغموس دا كله في الرحمة والمودة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى سئلتكم من مبركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم من البحيرة أستاذ محمد وعليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أستاذ محمد تفضل بيوصل لإيه بتقعد لما بيجي لك الشعور دا بتترك بتترك الشغل بتغير حياتك ولا بتمشي بس بصعوبة بمشي بصعوبة وبتغير حياتي وحياتي بغيرت خالص ومش عارف أعمل وأنا في شدة وكاربة أعظيم أول حاجة بس أنت صلى على حضرة النبي على أقل مئة مرة في اليوم والحاجة التانية اسمها نتايم اسمها نتايم فيه صلاة اسمها الصلاة التفريجية أي اللي هي أو الصلاة أو الصلاة التازية فأنت حضرتك قولها مئة مرة مئة وحداشر مرة في اليوم خلاص خلاص دي أول حاجة الحاجة التانية أنت ببساطة خالص عايز تستمر في العمل ما توقفش من أكتر حاجات اللي تفرج الكرب هو الاستمرار في العمل هذا الاستمرار في العمل إن الله يحب وإذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أدي واحد والحاجة التانية وأحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل فما ينفعش حاجتين ربنا بيحبه وما يسيبه فاستمر في دوام العمل آخر حاجة أقولها لك إن احنا دلوقتي بس إنه لازم نسأل لو كان الكلام ده بيتكرر في فترات قريبة وبيتكرر بشكل عمي وبيتكرر بكذا قد نكون محتاجين إن احنا دعم نفسي دعم نفسي لإني واضح إن ممكن يكون الكلام ده ليه جزور قديمة يعني مثلا جزور تتعلق بفكرة إن أنا مظلوم طول الوقت والناس بيجي علي وإن أنا دايما ما فيش حد بيقف جنبي وأنا دايما ضحية لأفعال الناس والناس بتاخد حقي وبتاكل حقي لو كان ده إحنا محتاجين شوية دعم نفسي مش دعم نفسي لإن إحنا ممكن يكون عندنا مرض لا دعم نفسي لإن إحنا محتاجين حد يحل معانا لأنه ده الطريقة المناسبة فأنا شايف إن الكلام ده يبقى مهم جدا إن إحنا نعمله يا سيد محمد وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيل كل ده وركز في الصلاة لحادة النبي لأن حادة النبي صلى الله عليه وسلم الراجل لما قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفيت أهمك ووقيت فربنا يصرف عنك وإحنا كلنا بنقول لك ربنا سبحانه وتعالى يجبر خطرك ويريح بالك ويصرف عنك همك ويزيل عنك كل أجاعك ويجعلك في صحة وفي سلام ويوسع عليك رزقك وكلنا بنقول لك أمين عشان الملائكة تقول لنا بمثل ومعنا لأستاذ عبير من البحيرة أي من الجيزة أستاذ عبير السلام عليكم وعليكم سلام ونحط الله بركاته وتفضل لي أستاذ عبير حضرتك أنا متجوزة بألي سنة ونص دلوقتي وكان قبل ما اتجوز يعني بفترة كده ممتي دعت علي دعوة كده فبصراحة حسا يعني زي ما تقول اتحققت يعني وكده معني أنا مكنتش مأصرة معها في حاجة بس له حصل خلافات بس بسبب العريس دوت ودعت علي دعوة كده فيعني أنا فعلا حسة كده في السنة ونص دي مش مرتاحة أبدا وما شفتش يوم روحها معجوزة رغم أن أنا والله ربنا اللي يعلم أنا ماشي مع ابنة يرضي الله بس أنا مش مرتاحة أبدا وخلفات دايما ومش عارفة أطلق ولا عارفة أكمل يعني يا ربي هدي بالك بس ستة عبير بص يا ستة عبير انت عبير ففي حالة من حالات الخفة كده زي النسمة هدي بالك بس يا ستة عبير بص يا عبير أنا عايزة أسألك سؤال أستاذ عبير أنت الكلام دوت أنت طبعا كنت متجوزة وانت خايفة من الجواز صح؟ أنا لا ما كنتش خايفة ولا أنا بس هم ليه؟ يعني أنا قبل ما اتجوز كده يعني اللي هو قلت مثلا هخف الحملة عن أهلي شوية يعني اللي هو خلاص كبيرت مثلا يعني فأنا عايزة خفة عنهم الحملة شوية طيب ولكن ما كنتش خايفة أن زواجك ده ما يكونش بيحقق لك هدافك العاطفية مسلا لا أنا قلت واحد هيرعى ربنا فيها ويتقي الله فيها وخلاص يعني وخلاص وخلاص طيب بوسيس التعبير إذا كان برضو نفس الكلام اللي كنت بقوله لمحمد من شوية هل ده متكرر؟ يعني ده بيتكرر عندك أن أنت تخف ده وبيتكرر عنك إحساسك بأن الديء وأن الحياة مش مناسبة قد لا تكون ده ليه علاقة بالظرف اللي أنت فيه قد يكون لا ليه علاقة بالكيفية التلقيخي للأحداث فالإنسان إذا كان منشرح الصدر وإذا كان هو زي ما رسول الله قال للمرأة اسبر يا مرأة لأن الإنسان بالصبر بتتغير نظرته للحياة فأنت دلوقتي أنا بقولك ببساطة خالص أنت لا تتوقفي عندما يحدث وفديدي فيه طريقة فيها مصارحة ومقاربة من جوزك وكلميه عن أنك أنت قد إيه عايزة تعيش معاه في سعادة وفهنة وانت مستعدية أن أنتو الاتنين توصلوا إلى منطقة تساعدكم أنتو الاتنين وتكلمي معاه وتكلمي معاه مش كلام مليان لوم وانتقاد لكن تكلمي معاه كلام مليان حب وأن أنت محتاجة أن أنت تعيشي معاه حياة سعيدة وهو لما يجي يقولك أنت اللي عملت كده وانت اللي دايماً بتنقضي وانت اللي دايماً بتلومي وانت اللي ما بتريحيش وانت اللي بتكلمي اسمعي ما جايز بيقولك حاجات تكون لها أثر إيجابي في حياتكم مع بعض فاسمعي وحاولي ببساطة خالص أن أنت تديري حوار معاه لأن أنت ما قلت ليش لغاية دلوقتي شيء غير أن أنت حاسة أن تعبك ووجعك ده جاي من دعوة لأمك أنا بقولك الحقيقة حتى لو كانت دي جاي من دعوة لأمك فالله سبحانه وتعالى مش بيجعل دعوات الأمهات هي اللي بتحضي المصير للعباد لأ خالص أنت لو أقبلت على الله وتيقنتي هيقابل دعوة أمك لو كانت حتى الله سبحانه وتعالى استجاب لها هيقابلها إيه أنا عنده ظني عبدي بي وإزايك أنت استبشري وخليك في حالة فرق في حالة الاستبشار والأمل أن الفرق جاي وحاولي زي ما قلتلك تتحوري مع زوجك تاني حاجة تستمر في فعل الخير فعل الخير لزوجك تالت حاجة أن أنت تحاولي تهتم بالبيت وتهتم بكل مفردات حياتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب الفرق وزيوال الهم من أقرب طريق أقرب مما حد تتصوري خلاص؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل فتوكلي على الله وإن شاء الله ربنا هيصرف عنك الغم والهم نعم السيدة محبيبة من الشرقية تتفضل أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة دكتور فضل ونعم الحمد لله بنخلي الكرب بالوقت أنا كنت ما كنتش بخلف خلص بعد ببينك سبعة سنين ما خلفتش وبعدين جوز يعني لو والله إن شاء الله يا أمو حبيبة لو خلفتي هأتبح عجله وحيبقى ليلة كأنها فرح وأكل وشرب هذا أصبح ندر عليه هو قال ليه هو قال ليه يا أمو حبيبة هو قال هاتبح عجل هو قال هاتبح عجل يعني هاتبح عجل ولا ندر علي ولله علي قال إيه لا هو قال هاتبح عجل وهيبقى ليلة كأنها فرح طيب يعني هو يتمنى إنه يعني فعل كده ولا هو قال لله علي أن أفعل ما هو لازم يكون نييته إنه ندر هو ندر لا هو يعني كأنه ندر عندنا في نييتنا برضو كأنه ندر ما هو مش كأنه أنت بتكلم عن نييتك أنت يا أمو حبيبة هو قال إيه والزاي كان الآن اللي أنت تسألي عنه طب كملي يا أمو حبيبة كملي يعني دلوقتي هو عايز يتباحه وبيقول هاتبح هو فرقه كده ولا أعمل لك أنها فرح ويأكله وصوربه وكده ولا حاجة هيتبح الدبيحة والناس تفرح ويزيت مع الناس إيه اللي حاصل ولا أي حاجة الفرح ده هيحصل مع الدبيحة يعني أنا فاكر أنه أنت هتسأليني أنه مش قادر يتباح لا يتباح ويفرح الله وربنا هيعيننا إن شاء الله وهيعمل بس يعني كأنه فرح ديت يا أكله وصوربه حاضر هذا الزاي ده عن طائتنا يعني لشانقدر نعمل كده بصي أنا بنيتباح العجل ويعمل الأكل وصوربه ده مع بعض يلا مع بعض يلا إن شاء الله ويتحقق الأمر ده ويبقى خلاص هو معلوش اسمه وإن شاء الله اللي هيعمله ده يكون توفية بالندر إن شاء الله بدل دبح يفرقوا كده إن شاء الله وهو ده كده خلاص كده معنا نش حاجة خالص إن شاء الله ميش يا دكتور رب نفتح عليكم وإن شاء الله يبرك لكم في بنتكم واحفظها يا رب ويزيتها خير وبرك نعم أستاذ راشا من فيوم تتفضل أهلا مسألة يا شيخ حضرتك أنا هسأل بس إن أنا بصلي وإنا قاعدة على الكنبة يعني بس أنا صغيرة في السن بس أنا بيعني بصلي عشان خاطر ظهري وعشان خاطر دماغي عندي نقص دم في دماغي بص يا ستي هذا حلال ولا حرام هقول لحضرتك بص يا حاجة راشا ده مسألة عدم القيام في الصلاة متعلق بالقدرة القدرة دي ما لعاش دعوة بسن لها دعوة بقضية عضوية نفترض واحد سنه سنه صغير ولما بيقوم يصلي بيدوخ الشرع ما قال لهش يدوخ وقع لا إحنا عندنا شرط أن تصلي قائما القيام مع القدرة فأنتي مش قادرة تقومي سواء بقى عندك خمس سنين عندك عشر سنين عندك تلاتين سنة ولا لينا دخل حقا عندك سبعين سنين ولا لينا دخل الدخل اللي عندنا إيه أنت مش قادرة تقومي والقيام لا تستطيعي لأنه بيسبب لك ألم أو بيسبب لك عدم اتزان فخلاص صلي وانت قاعدة وده ملوش دعو بالسنة حق جراشا وإن شاء الله رب نيقبل صلاتك إن شاء الله طيب ابني يا شيخ الله يبارك لك بيصلي بيجمع الأوقات بيجمع الأوقات هو في الغالب الناس بس لك انشغال في الناس بتجمع الأوقات عندهم تلات شبهات الشبهة الأولانية اللي انشغال وبنقول له لا انت لما تجمع الصلوات انت كده بيتخلي الصلوات تحول إلى عبق عليك أول ما يقدي للأدان صلي وهيبقى سهل عليك مش هناخد خمس دقايق ثمان دقايق عشر دقايق بكتير هتصلي وخلاص وانتهت القضية يبقى انت تصلي أحسن الصلاة على وقتها شوف كده لكن لما تيجي بقى تجمع الصلوات هتحس بقى ان انت هتصلي نص ساعة وهتصلي فهيبقى تيل عليك وكمان بيوقعك في الاسم والبركة تزول وبيبقى احنا لو عايزين نحافظ على البركة ونحافظ على ده بيقولك ان الصلاة دي تخليك بقى ما بين الصلاة والصلاة بس لو انت توضيت ولم تحدث نفسك كأنك غسلت من ذنوبك وربنا سبحانه على يغفر لك ذنوبك يبقى ايزا انت محتاج الصلاة عشان تقدر تكون عندك عفية ونور وبركة عشان تقدر تكمل في حياتك فصلي الصلاة الصلاة دي ربنا من دهنا منحة احنا مش بنعطي لله احنا الصلاة دي بنأخذ فضل ونعمة ومنة وبركة مولانا علينا فالصلاة دي بركة ونعمة فصلي عشان ربنا سبحانه على يكرمك ودوة احصل ليك عشان الشبه دي تشبهت ان الوقت لا الصلاة ما بتاخدش وقت اللي بياخد الوقت هو الكئابة اللي بتمنعها الصلاة اللي بياخد وقت القلق اللي بتمنع الصلاة اللي بياخد وقت تشعورك بانك انت الوحدك اللي بيزيله الصلاة لما تعرف ان انت الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فانت لا انت محتاج الصلاة عشان عمرك ما يضعش عايز تسترد عمرك حافظ على الصلاوات ولذلك رسول الله كان يقول ايه ارحنا بالصلاة يا بلال وعشان كده ايه انت محتاج تصلي مش محتاج تراكم الصلاة على بعضها نعم اذا يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن مهارة من اعظم المهارات اللي ممكن تعيد للبيوت وتخلي البيوت مبنية على اساس متين ومش بس تبقى مبنية على اساس متين تخلي البيوت كمان تسترد عفيتها وصحتها وتسترد قوتها اذا التفاوض الزواجي ده دي مش حاجة دي مش مهارة من قبيل الترف خالص دي مش مهارة من قبيل الترف دي مهارة من قبيل النعمة اللي ممكن نشوف فيها وسع الحياة الزوجية كلما نتفاوض مع بعض وكلما نعيش مع بعض واحنا عارف التفاوض ايه حلوته التفاوض الزواج ان شركة الحياة يشوفك متزن انت حريص عليه وفي نفس الوقت حريص على انك انت تكون قيمة مضافة فازاي نعمل الكلام ده ايه اللي يخلينا نعود الى هذا الاتزان ان احنا نتفاوض عشان ما يجيش حد يجي بعد كده لما ما يتفاوضش في الزواج يجي يقول له انا ضحيت وسبت وعملت فيدفعه فواتير لا التفاوض ده بيخلي كل واحد فينا البيت ماشي بعينين والبيت ماشي برجلين البيت ما يبقاش قعر ولا يبقى كمان عنده اي نقص لان التفاوض ده هو اللي بيجمع الانوار والقيم الاضافية ويخلي كل واحد فينا حاسس انه ليه دور حقيقي في البيت ويخلي كل واحد فينا حاسس انه بيدعم شريك الحياة اتفاوضوا مع بعض بنية الدعم وبنية التكامل وبنية ان انتوا الاتنين تقفوا جميع بعض عشان البيت مش هم تقيل لكن البيت محتاج لكل اضافة كل واحد فينا يساهم بيها احنا محتاجين لنا تفاوض محتاجين لنا تفاوض عشان نبقى عندنا رؤية تانية غير رؤيتنا محتاجين لنا تفاوض عشان نشوف حياتنا ازاي ممكن تكون مليانة سكينة ومودة ورحمة تفاوضوا مع بعض وبنية ان انت تشوفوا مدد ربنا وكلام ربنا اللي بيدوم على طول لان بيوتنا محل النظر الله اللهم يا من بيوتنا محل نظرك اجعلنا يا ربنا دائما في حالة ستر وبركة ونور وفضل بكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالم اشتركوا في القناة